بيبتدي الفيلم مع بانر العالم اللي شغال مع الجيش وعمال يعمل تجارب على سحل ودفاضع علشان يشوف اي طريقة ان يخلي منعيتهم تقدر على اي مرأة وبيفضل يكتب تقارير عن التطورات اللي بيلاقيها ويطور التجارب لحد ما يعملها على الخروض ويشوف هل التغييرات اللي بتحصل عليهم بتتورس ولا لا وبعدها بيروح للقايد روس اللي شغال معاه علشان يقولهم مفيش اي طريقة قادر يخلي الجسم يقاوم كل انوايا السموم اللي موجودة غير بطريقة واحدة بس اني اقاوي جهاز المناعة وده مش هيحصل غير لما اعمل التجارب دي على البشر علشان يقوله الظابط انت الجنين والكلام ده ممنوع ولو عرفت انك عملت كده هتترد من شغلك وبيرجع بانر بعدها البيت علشان يلاقي امرأته بتقوله انها حامل وبيفضل جنبها لحد ما تولد ابنهم بيروس اللي بيكبر مع ابوه وامه اللي بيحبوه ويلعبو معاه لحد ما فيهم بيقرر ابوه ان يحقينه بالمحليل بتاعت التجارب بتاعته ويسحب عيين الدم بعدها لشان يشوف الموضوع وصل لايه وفي يوم لما بيطلع بروس الشارع علشان يلعب مع باقي الاطفال بيدربوه ودماغه بتتفتح بس بيرجع البيت عادي ولا كان فيه اي حاجة حصلت علشان تستهرب امه وتقول هو مش بيتقلم ليه زي باقي الاطفال وبيفضل بانر متكمل شغل عادي لحد ما بيوصل روس ويقوله انا فتشت المعمل بتاعك ولقينا عينات دم بشري وانا قولت لك قبل كده ان الكلام ده ممنوع بس انت صممته وشغلت دماغك علينا وعلشان كده انا ببلغك اني مشروعك ملغي وهنضف المعمل بتاعك بالاشعة علشان مترفش يتكمل تاني وبيرجع بانر البيت جاريا علشان يقولي امراته تعليه بسرعة انا عايز اقولك على حاجة عملتها وبيدخل الاتنين مع بعض الاوضة ويسيبوا بروس برا لوحده علشان يفضل يلعب ومش فاهم حاجة من اللي بتحصل بينروح بعدها لما بيكبر بروس علشان يصحى من النوم على كابوسه ويتخد بس بيكون فيه اسرة بنته وخلاص هيدخل الجامعة علشان تقوله امه انت هتوحشني اوي وانا متأكدة انك هتكون مشهور وشخص مهم في يوم من الايام ابعتها بيكبر بروسه علشان يبقى عالم فعلا وبيشتغل في معهد بريكلي للتكنولوجيا علشان اول ما يدخل يلاقي هاربر بيقوله انا عايزك تسخن كده علشان المرة دي هتشتغل مع الاكس بتاعتك بيتي ولما يقابل بيتي بتقوله احنا يوم الثلاثة اللي جاي هتيجي لاجنة علشان تفتش على شغلنا ولازم وقتان يكون اقنعناهم بمشروع النانو اللي شغالين عليه ده وبيعطي الاتنين علشان يجربوا النتائج بتاعتهم بس بيلاقوا ان المشروع فاشل والدفاضع اللي تعمل عليها تجارب النانو ماتت ومش هيبقى فيه اي فرصة ليهم يوم الثلاثة وتابل بيتي بعدها اللي شغال مع ابوها علشان يقول انت عارفة ان المدير كل المعامل دلوقتي وسامع انك شغالة مع واحد تاني على تجارب جديدة فاي رأيك تشتغل عندنا بشركة اسيون وهيبقى لك ربح كبير من شغلك بس بيتي بترفض وبتطرده من المكان وبيدخل بعدها بروسة علشان تقعد بيتي تقوله انت ما تعرفش مين ابوك وامك الحقيقيين وبيقوله بروس ان كل اللي يعرفوا عنهم انهم ماتوا وهو صغير وبيكون روس ابو بيتي قاعد في القاعدة الاسكرية اللي شغال فيها لحد ما واحد بيدخل عليه بملف ويقوله ده ملف عن المعمل اللي شركة اسيون عايز اتاخده وخلي بالك علشان المعمل ده بنتك شغالة فيه واكيد انت هتحب تاخد بصة في الملف وفي الوقت ده بتكون بيتي خلصت شغله بتسيب المكتب وبتطلع علشان تروح بس بتشوف واحد عجوز بينضف الارض علشان تقوله انت مين المفروض مش انت اللي شغال بالليل بس بيقولها لا الاديم مات علشان كده انا اللي شغال مكانه وبيفضل بروس في المكتب وبيفتح درج علشان يطلع منه صورة البيتي ويفتكن لما تصوره والصورة دي كانت بيتي فرحانة فيها لحد ما يقولها بروس انا حاسس ان فيه حاجة غلق وبتقوله لا مش بنام كويس بسبب الكوابيس وبتحكينه ان الحلم بيكون وهي قادة مع ابوها اللي هو روس وبتشربوا مبسوطة لحد ما بيوصل زباط علشان يبلغوا بحاجة حصلت في الشهر وبيسيب بنته وبيطلع يجري بعدها بيوصل بروس علشان يشلها ويفضل يخنقها ولما تخلص بيقول له بروس مستحيل ده يحصل انت عارف بس ان دي احلام وملأش معنا بيطلع برضو بروس من المكتب علشان يحس ان فيه حد ما شغراه ولما يلف بلاي ان اللوائف ده كلب علشان يسيبه ويمشي وبعد ما يمشي بيدخل الراجل العجوز اللي كان بينظف الارض المكتب وبيفضل يدور في الملفات اللي فيه ويقلب فيها وبيكون بروس في البيت عمالي احلام بكوابيس ان الليلة اللي ابوه وامه اتخنوا فيها لحد ما يقلق من النوم ويروح يبص في الشباكة لشان يلاقي نفس العجوز واقف معاه تلت كلاب جنبه وبيروح بروس تاني يوم الشغل لشان يلاقي جيلين قاعد ويقوله بص انا عارض عليك عارض انت سيب شركتي تاخد المعمل وتشتغل معانا لان احنا كده كده هناخده عافية وانت مش هتعرف تعمل حاجة وبعد ما يمشي بيكون هاربر في المكان اللي فيه النانو وبيحاول يصلى حاجة علشان يفقد السيطرة عليها لما بيشوفوا بروس اللي بيحصل بيجرى عليه طلعه من الاوضة ويقفوا دم الجهاز اللي بيطلع اشاهد جاما بتركيز كبير وبيصحى يلاقي نفسه في المستشفى وتقوله بيتي انت ازاي لسه عيش اي حد تهرد لنص الاشعة ده بيموت لشان يقول له بروس انا حاسس اني اقوى بكتير كمان مش بس عيش وبيرتح شوية لشان يقلق ويصحى من النوم لقي الرجل العجوز قاعده قدامه ويقوله انا ابوك بانر وانت اكيد عايز تفهم ايه اللي بيحصل وليه انت لسه عايش رو سيبتلي فرصة هشرح لك كل حاجة علشان يقول له بروس انا عيلتي ماتت وانا صغير وانت لازم تطلع برا قبل ما جيب لك الامن علشان يهرب بانر وياخد معاك لابو وبتروح بيتي علشان تقابل ابوها بعد ما طلب كده وبتوض معاها علشان يقولها انا عايز اقولك ان بروس اللي انت شغالة معاها ده بيخبه حاجات كتيرة عن نفسه وتقوله بيتي انت جايبني علشان كده يفتكر كل الابو كان بيقوله ويرجع المختبر علشان ياخد عينة من دمه ويحللها ويلا اني نتيجة غريبة وحاجة اول مرة يشوفها في حياته ويفتكر ان ابو قال له ان ده كان حاجة جوه دمك بس الاشعة اللي اتعرض طيلها نشطة الاجسام الغريبة دي وبيفضل يتنرفز ويحس بحاجات غريبة لحد ما يتحول لهالك ويفضل يتضخم ولما بيتحول بيفضل يكسر في كل حاجة حواليه لحد ما يكسر المعمل كله وبيطلع ابوه علشان يقوله انت ما كنتش مسدقني ودلوقتي شفت بنفسك بس بيفتكر بروس اللي ابوه عمله زمان علشان يسيبه في مكانه ويمشي وبتروح بيتي تاني يوم علشان تتطمن عليه وبتفضل تخبط على الباب من غير ما حد يفتح لحد ما تدخل هي وبيتلاقي نايم على السرير ويصحى علشان يقعد معها وتقوله انا حاولت اروح المعمل النهاردة بس لقيته مهدود وقاله ممنوع حد يدخل لحد ما نعرف ايه اللي حصل وبيعمل بروس نفسه من بنها ويقوله معرفش ايه اللي حصل احناك بس انا حلمت بالراجل الجديد اللي بينضغ داك جالي وقالي انه ابويا ومن بعدها كل اللي حصل كان كانه حلم وبيوصل روس علشان يقوله بنته طلعه برا انتي ما تعرفيش ده يبقى مين للاقيت بتاطو واعه في المعمل اللي بيقولك انه ما كانش فيه مبارح وبيوعد مع بروس يقوله انا اللي سجنت ابوك علشان كان بيعمل تجارب على البشر وده ممنوع بس بيبا بروس ناسي كل حاجة حصلت علشان يزأ منه روس ويبطل اسئلة ولما بيسيب بيتي المكان بتتصل بالشغل علشان تعرف انوان بانر وتروح له للبيت ويقرب منها لشان ياخد حتة من هدومها ويقوله انا معرفش حاجة عن بروس انا حاولت سعده وهو رفض وده اختياره بقى هو حر بعد ما تمشي من عنده بيشمم الهدوم دي للكلاب ويتصل بابنه ويقوله انا بنت روس زارتني بس انا مش هسيبها وبعدت وراءه كلاب علشان يتلوها لما بيسمع بروسي الكلام ده بيجرى علشان يحاول ينقذها بس بلاه في جنود بيمنعون من الخروج وبيدخله جيلين يقوله انت ما تعرفش انك ممنوع من الخروج ويفضل يضربه لحد ما يبدأ بروسي يتعصب ويتحاول لالك علشان يترب منه جيلين ويكسر الك البيت ويطلع منه بسرعة علشان يحاول ينقذ بيتي اللي بتكون قاعدة ببيتها مش حاسة بحاجة لحد ما تسمع صوت غريب علشان تطلع تفتح الباب وتبص ما تلاقيش حاجة فتاخد كشاف وتطلع تدور برا البيت ايه الصدة لما بتطرب بتلاقي هالك واقف وبيقرب منها واي مرعوبة لحد ما يشيلها من على الارض ويبصلها علشان تعرف انه بروس اللي لسه بيحبها لحد دلوقتي وفي نص الرومانسية دي بتوصل الكلاب اللي بنرحاينهم بمادة ومخليهم خرقين برضو علشان تطلع بيتي تجري وتروح تستخبأ في العربية وتسيب هالك يتفاهم معه وبيفضل يضرب فيهم هم التلاتة بس بيطلعوا اقوياء لحد ما يشوف واحد منهم رايح على عربية بيتي لشان يجيبوا يكمل ضرب فيهم لحد ما يقتلهم وبيجري بعدها على بحيرة موجودة علشان يحطوا غشه في المياه شوية حد ما يهدى ويرجع تاني بروس اللي بيروح العربية لبيتي وبيفضل مش متزن حد ما يمسك بيتي يخنقها بعد كده بيفوق وبيسيبها ويقع على الارض وبتاخدوا بيتي تنيموا عندها في البيت وتروح لشان تتصل بابوها وتقوله انا مرعوبة وبروس عندي هنا علشان يقولها يا روس خليه زي ما هو انا هاجي اخده من عندك وتحط له بيتي اكله وتفضل تكلمه حد ما يلاقي نفسه بيغم عليه وتقوله بيتي ما تقلقش ده مهدئ بس وانروح دلوقتي للقاعدة العسكرية اللي فيها ابويا علشان يساعدك وتوصل الطيارات لشان تاخده وتوديه للقاعدة اللي في نص السحرة وبينزله موس في مكان تحت الارض بمسافة كبيرة ولما بتعترت بيتي بيقول لانا مش هسيبه معانا علشان ممكن يتنرفز علينا ويتحول يتنا واسمعي مني اللي بعمله ده هو الصح وبيكون بانر قاد في بيته اللي عامل فيه معمل صغير علشان يشوف ان الجنود واصلتوا عايزين يرجعوه السجن تاني فبيحقل نفسه بمادة ويفضل يشوف جلده هو بيتحول شبه الحيوانات لحد ما يدخل عليه حارس امن يقول له ما تتحركش من مكانه بس بيدربوا بانر وبيفوق بروسة لشان يلاقي نفسه مع بيتي اللي بتقول له احنا دلوقتي في القاعدة اللي في نص السحرة ودي القاعدة اللي ابو كان شغال فيها وبتخضوا معها لشان توريه بيته القديم اللي عاش فيه وهو طفل وبيفضل بروسة يمشي فيه ويحاول يفتكر ايه اللي حصل زمان لحد ما تخضوا بيتي الاوضة اللي ابوه وامه دخلوا فيها وتقول له انت خايف من الاوضة دي بأكيد فيه حاجة انت عايز تنساها حصلت هنا بس مش بيفتكر بروس حاجة وبيطلع برا البيت ولما بترجع بيتي لابوها بتقول له انت لازم تتصرف زي ما وعدتني وتساعده لشان يقول لهنا دلوقتي خلاص ما ليش لازمة والمنظمة هي المسؤولة عنه لانها اعتبرته خطر على الامن الداخلي وانا مجرد واحد شغال في المنظمة يعني مش عارف اساعدك علشان تقرر بيتي ان الحال الوحيد هيبقى عندي بانر هو ده اللي هيبقى عارف كل حاجة حصلت وهي اللي خل بروس كده علشان تطلع من القادة وترحله وبيوصل جيلين المتجبس وما فيش حتة في جسمه سليمة علشان يقول لي بروس انا عايزك كده تتنرفز وتتحول لهالك علشان ياخد منك عينة اشراحها وقدر اعمل منك كتير بس بيفضل جيلين يدربه لحد ما يغمى عليه ويقول هنشوف اتعرف تتحكم في عصابك وانت فاقد الوعي ولا لا وبيوض يحطه في خزان وهو مربوط ويقول لهم ابدأوا الاشارات العصبية علشان نشوف ردت فعله هيبقى ايه وفي الوقت ده بتوصل بيتي لبيت بانر اللي بيقول لها السبب في كل اللي حصل لابني ده بس من غير مقصد ويحكي انه زمان كان بيعمل تجارب على نفسه علشان يبقى قوي لحد ما في يوم بيكتشف ان التغيير الجيني ده بيتورس وكده ابنه هيبقى عنده نفس التغيير لما اكتشف كده مراته كانت خلاص حامل علشان يفضل مستني الطفل ييجي ويعرف ايه اللي يحصل بس بعدها بيخاف عليه علشان يرجع البيت ويقول لمراته انه هيئة لابنها بس الام بترفضه وبتجري على بانر اللي ماسك سكينها علشان تيجي تضربة فيها هي ويتموت وفي الوقت ده بيكون روس وصل للمعمل وفجره وبنرجع تاني لبروس اللي بيتعذب لحد ما يتنرفز بجد ويكسر الخزان ويطلع ايجري ومش بيحوى معه كل اللي بيدرب عليه وبيقف جيلن علشان يدربه بقنبلة بس بتغبط في هالك ويترد في جيلن تاني علشان تنفجر ثم بيسمع روس اللي بيحصل ده بيتصل بالامن الوطني ويقول لهم انا عايز جيش بسرعة لشان ينقذنا وبيفضل هالك ايجري في السحرة لحد ما توصل الدبابات وتفضل تضرب عليه شوية لحد ما يتنرفز زيادة ويمزكهم يفضل يخبطهم في بعض كأنه بيلعب بيهم علشان يتصل روس بالقيادات ويقول لهم انا عايز الازن اني استخدم الاسلحة التقيلة في مواجهة هالك علشان ده خرج عن السيطرة ومش هنعرف نوقفه ابدا وبياخد الازن منهم علشان يقول كده انا اكتب نهاية هالك بايدي وبتوصل الطيارات لشان يركبها روس بنفسه يقول لهم المرة دي احنا لازم نخلص عليه وكل ما سمح له انه يضرب النار مدام ما فيش مدنيين وبيكون هالك واقف في مكان كله جباله علشان توصل الطيارات وتفضل تضرب عليه ويمسك هالك طيارة علشان يرميها على التانية ولما بتضرب عليه طيارة ساروخ بيمسكوا بايده ويكسروا وبيكمل جري لحد ما يستخبى بين السخور علشان يقول لهم روس هدوا الجبل عليه وخلينا نشوف اللي اي حصل بعد ما يوعى السخر عليه بيقوم تاني علشان يقول روس احنا نشوفه وعايز يروح فين ونمسكه وبيعرف روس انه عايز يروح لبيتي اللي في القاعدة علشان يبدأ يتحرك لحد ما يلاقي هالك ماسك في طيارة ويقول للطيار خده معك لفوق علشان الاكسوجين يقل ونخلص منه لس في نص الارتفاع بيسيب هالك الطيارة ويقع في المية وبيتكلم روس بنته يقول لها احنا مش هنجازف اكتر من كده لازم نقتله هو في المية وبعيد عن الشعب احسن ما يقرب مننا وما نعرفش نعمل معاه حاجة علشان تقول له بنته لا سبني انا اتصرف معاه ومحدش يلمسه وبتروح بيتي علشان تركب الطيارة مع ابوها بيطلع هالك من تحت الارض علشان يضرب الطيارة بس اول ما يشوف بيتي ركبة فيها مش بيدرب وبيفضل واقف يبصلها تنزل بيتي تجري عليها علشان يتحول لبروس تاني وتقول له ما تتحركش من هنا علشان الجنود دي عايزة تقتلك وبيقف مكانه هو حضنها لحد ما يتقبض عليه لما يتقبض عليه بيروح القاعدة علشان يتربط في كرسي وبيوصل برضو بانر علشان يقول لهم روس احنا نسيبه يقعد مع ابنه شوية بس لو حصل اي حاجة وحد فيهم يتحرك هندربهم بصواعق قهربائية تقتلهم هما الاتنين ونخلص وبيدخل بانر يقعد مع ابنه علشان يقول له انت شفت البيت الاديم بتاعك وبيقول له بروس انت مش شابوية ولا عايزة عرفك تاني علشان يقول له بانر لا انا عايزة اقول لك على حاجة مهمة وبيفضل يحاول ينرفزه ويقول له انت حتة حسالة ملكش اي لازم انا اللي عملتك وخليتك قارق وانا دلوقتي عايز اخد قوتي دي تاني وبيقوم بانر يطع كابل الكاربا لمحطوط جنبهم لحد ما يقول لهم روس اضربوا شحنة الكاربا وسرعة قبل ما حد منهم يهرب ولما بتتدرب ما فيش حاجة بتحصل وبيفضل بانر يتحول لحد ما يبقى ضخم وياخد ابنه معاها لشان يهربوا هما الاتنين ولما بيوصلوا لمكان بييد جبلي بيقول بانر لابنه الوقت انت لازم ترجع لقوتي علشان انت عايل ضعيف وما تقدرش تامل حاجة لحد ما يقول بروس انت عايز القوة انا هدهلك وبيفضل الاتنين مجغولين في ضرب بعض لحد ما يقول روس اضربوهم بشعاه الجامة وخلينا نخلص منهم علشان يتدرب فعلا فيهم الصاروخ وبنروح بعدها بسنة لما كان برمي في نص الغبات علشان يشوف ان بروس لسا عايش ويحاول يساعد قبيلة غلبانة لحد ما يجي له واحد يقول له انا ااخد منك ادوية عافية علشان يقول له بروس انت كده اتزعلني وانا زعلي وحش وبس كده بيخلص في الميناء اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا ما تبقالش علينا باللايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الكرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على خير ومع السلامة